بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء الخامس من المحاضرة الثانية بالمحور السادس سنتناول في هذا الفيديو شرح المثال الثاني المعطيات كالآتي two equal and opposite couples of magnitude of M equal 15 kilonewton meters are applied to the channel shape beam AB observing that the couples causes the beam to bend in a horizontal plane determine the stress first at point C, second at point D, and finally at point A C, D, and E بداية لابد من تقسيم شكل المقطع إلى أشكال يكون حساب second moment of area عليها بسيط فهنا نلاحظ أنه من الممكن تقسيم شكل المقطع هذا إلى ثلاث مساحات بشكل مستطيل المساحة رقم واحد المساحة رقم اثنين المساحة رقم ثلاثة ثم نبدأ بإكمال الجدول لحساب الأريا لحساب مكان السنترويد لكل شكل ولحساب الأريا ضرب مكان السنترويد لكل شكل حتى بالأخير نتحصل على totals اللي هنا تعطينا sigma A وهنا sigma A ضرب X تمام وهنا هذه القيمتين تمكننا من حساب مكان السنترويد للشكل عموما فالشكل رقم واحد طول في العرض يعطينا الأريا 2400 مليمتر تربيع مكان السنترويد للشكل هذا يتم تحديده كالاتي من هنا إلى مكان المركز نص المية تجي 50 مليمتر هذه هي 50 مليمتر ثم نضرب القيمتين فيها بعض نتحصل على AX بالنسبة للأريا الثاني طول في العرض هذا الأريا مكان المركز مكان المركز هنا يبعد عن القاعدة اليسرى هذه 15 مليمتر نصف الثلاثين أما بالنسبة ل المساحة الثالثة المساحة طول في عرض مكان المركز نفس الطريقة على الشكل رقم واحد نصف المية هنا 50 يمام وهنا ضربهم في الأثنين المجموع sigma A المجموع هنا يمكننا من حساب مكان السنترويد للشكل كامل لأنه sigma A I X I تقسيم sigma A I يطلع مكان السنترويد 36.374 مليمتر هنا هذا مكان السنترويد وبالتالي من الممكن تحديد ال Y على C و D و E Y C بتصير تساوي كم هنا النقطة C هنا نقطة الصفر فتصير سالب 36.374 مليمتر مكان ال Y D النقطة D هنا هي في الحقيقة 100 ناقص مكان السنترويد فتجي 63.626 مليمتر أما مكان ال Y ال Y هنا فيكون مكان كم 30 هذه 30 ناقص 36.374 مكان السنترويد يطلع معنا سالب 6.374 مليمتر للتوضيح أكثر هذا الشكل راح يتقوس في هذا الاتجاه لعب معرفة Second Moment of Inertia بالنسبة للمحور الجديد اللي عليه السنترويد المحور الجديد اللي عليه السنترويد هو ال AT هنا هذا المحور الجديد اللي عليه السنترويد لمعرفة المسافة D1 طبعا D1 D2 D3 نحتاجها لتطبيق قانون الاش قانون Parallel Access Theorem يتم حساب D1 المسافة التي تفصل مكان مركز الشكل رقم واحد على السنترويد للشكل كله وبنفس الطريقة D2 and D3 تساوي D1 I1 تساوي I3 طبعا تساوي BH3 على 12 زائد A1 D1 تربيع I2 بنفس القانون قانون Parallel Access Theorem B2 H2 كيوب على 12 زائد Area 2 ضرب D2 تربيع نتحصل على الناتج Total Moment of Inertia I هي مجموع I1 مع I2 مع I3 نتحصل على 6.51 10.6 ملي متر أس 4 المعطة M تساوي 15.13 نيوتن متر لحساب Sigma C Sigma C تساوي سالب M ضرب YC على I هذا مكان النقطة C وتم حساب Y YC هنا M معطة Y و I حسب نتحصل على Sigma C 83.7 ميجا باسكال بالنسبة Sigma D أيضا معلوم قيمة M Y D أيضا وحسب I Total يساوي سالب 146.4 ميجا باسكال أيضا Sigma E بنفس الطريقة سالب 14.67 ميجا باسكال